موسيقى مساء الخير أهلاً وسهلاً بحلقة جديدة من برنامج المشهد المشهد الليلة هو مشهد يمني مع الباحث والكاتب والناشط الحقوقي ماجد المدحكي أهلاً وسهلاً ماجد هو مدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عمل على تقارير حول التعذيب في السجون ووضع السجون في اليمن خاصة في المحافظات من سنة 2008 إلى 2010 أيضاً تقارير حول تعذيب النساء وقضايا الاغتصاب كان ضد طبعاً الحروب في صعدة مع الحوثيين ولكنه اعتقل فيما بعد مرتين من الحوثيين درس في سوريا بين سنة 2005 ولكنه ترك صنعاء في ديسمبر 2016 بعد مقتل الصحفي صديقه محمد عبد العبسي الذي قتل كما يقال بالسم أنا بدي أبدأ بقضية الصحفي محمد عبد العبسي إذا بتسمح وصديقك في 20 ديسمبر 2016 يقال أنه كان يتناول العشاء وفجأة شعر بألام حد وقيل أنه قتل بالسم ماذا حصل؟ هل هناك تقارير حقيقية؟ هل كنت معه؟ أمتى؟ متى رأيته في المرة الأخيرة؟ رأيت محمد قبل أسبوع من سفري في 20 كان عندي في المنزل في قلصة قاعدة يمنية تخزين القاعدة؟ تخزين القاعدة أنا وياك حمد مشاهدي مسلسلة تقنبية ممتازين كنا نتابع مسلسلة اسمه بيكي بلاندر انتاج بي بي سي كمان وحدث وقاعدنا وهذا وحدثني حينها حول العمله الأخير اللي كان بيشتغل فيه واللي أنا أظن أنه له على أخاه وهو بيشتغل كان على ملف مهم بالنسبة لجماعة الحوثين وهو ملف سوق السوداء التي قررت الفساد وهو أحد أهم مصادر سوق السوداء التجارة غير الرسمية التي هي غير معلنة للنفط والتي فيها شركاء من أطراف عدة بما فيها من المعسكر المناوئ لها للحوثين فهذا الملف الخطير هو كان سببه أنا بتقديري هو أحد الأسباب التي سلطت الضوء بشدة على محمد وأدت إلىه بالإضافة لأداءه في كثير منظر تقارير تقول أنه قتل بسم من وضع السم هو كان في المنزل عندما كان يتناول العشاء أم كان عند لا يوجد تحديداً لا يوجد معرفة مباشرة كيف تم لأنه تم فحص عينات من قصة محمد لدى الطب الشرعي الأردني تمكننا من إخراجها تمكن فريق من أصدقائه من إخراجها ونشطها وكانت أخته بمعية هذا الفريق في لجنةها بعد ذلك أفادت نتيجة فاجأتنا النتيجة لأنه قالت بأنه توفى نتيجة مركب أول أكسيد الكربون بنسبة عالية في الدم نسبة عالية يعني بتصل إلى 60 أو لا أتذكر بمعنى تركيزها في الدم هذا شيء استثنائي تكفي أقل من نصف هذه النسبة لأن تقضي عليه فوراً لكنه طبيعة وفاته مع النتيجة لا تتوافق لأنه تظل يعني محمد شعر بآلام مبرحة في البيت أسعف أخذ وقتاً لكن هاي المادة إذا أصيب فيها تحديداً وهي تأتي يا إما استنشاقاً عادة أول غزل أو إنها تحتاج إلى شكل من التقنية المطورة بكهي تصبح مادة سائلة ويدخلها في الدم فهو ظل فترة طويلة يعاني من آلام الوفاة يعني من الآلام قبل إسعافه وتوفيه في المستشفى بالتالي تقنياً هذه المادة التي طلعت نتيجة الطب الشرعي لا تؤدي إلى ذلك يعني تأخذ وقتاً أسرع بشدة ففي شيء غامض لا ندركه أو في شيء غير موضوع وأيضاً ولا نستطيع إقراء تحقيقات فعلية تكشيف ما حدث له لأنه سلطة تحت سلطة الحوثيين يعني وبالتالي هل هناك روايات أخرى عن مقتل محمد عبد العبسي؟ لا شيء واضح بالنسبة لنا حتى الآن في اتهامات بالنسبة لنا يعني نحن لدينا ظنوم يعني يعني محمد أنا أدرك تماماً أنه نشتغل على ملف خطر بالنسبة له أحد مصادره اعتقل قبل يومين من وفاته أحد مصادره في هذا الملف اعتقل من قبل جهز الأمن القومي هو أنا جيداً أعرف تماماً أنه عرض لتهديدات قبلها مباشرة طلبت منه أنه نضب يعني قعد في بيتك وهو قال لهم أوكي وخلص لكن يبدو أنه لم يطموني لأنه محمد لطالما كان شجاع كان شجاع وجري وكان يتحب هذه الحادثة رعلتك تقرر أن تترك صنعاً كنت في يومها في الحين توفى محمد أنا وصلت عمان وأتاني خبر وفاة محمد فحينها شعرت بالدور فقررت أن لا أعود لأنك تعمل أيضاً على تقارير خطيرة أشتغل على قضايا سياسية قضايا تحليل قضايا أنا أريد منك يعني مشاهد من الأيام الأخيرة اللي كنت فيها في صنعا هناك قوات تحالف تقصف صنعا هناك قوات الحوثيين نوع من ميليشيات ربما موجودة في صنعا كيف كالهي الحياة اليومية لأهالي اليمن في صنعا هناك أيضاً قوات الرئيس علي عبدالله صالح وما إلى هناك وضع مركب في اليمن الرعب مركب في اليمن إذا صح التعبير ومن أطراف عدة أنت لا تتخيل مشهد أن تكون أمام سلطة طليقة يعني لا تحكمها شيء مثل الجماعة الحوثيين في الصنعا غير مقيدة القانون وليس لديها أي اعتبار خارج قرارها مليش مليش تماماً هناك عن طيران لا يميز يعني نحن نسكن يعني لماذا هذا الطيران لا يميز؟ طبعاً قرأنا تقرير الأمم المتحدة وقرأنا أيضاً ردود أو الرد السعودي على هذا الموضوع لماذا الطيران لا يميز؟ لأن هناك المواقع العسكرية بين الناس للحوثيين؟ هذا جزء من إرث علي عبدالله صالح الكارثي والرديء والذي هو رفض أن يقوم بإخراج المعسكرات من المدن كان جزء من ما سألت لأنه يريد إحكام سيطرته على المدن فتخيلي نحن أحياء سكانية كاملة تحيط بمعسكرات معسكرات كاملة ومخازن السلاح موجودة في وسط أحياء السكان يعني في ملاذق قبلية ونحن عايشين حوالينها وفيه فهذا حين تأتي غارة تضرب أحد المخازن السلاحة والمعسكرات لا يمكن إلا إذا لم يخطئ الصاروخ على الأقل الأداء الإنفئية يعني ارتدادات الضغط التي يخلفها هذا الصاروخ على الأقل ستعصف بشبابكنا أو أبوابنا ماذا تفعلون؟ فهناك ملاجئة في المدينة؟ لا ما حدا صمم محدش كان متوقع أنه يعيش هاي الله بس أنا مثلا منزلي فيه فيه بدروم مثلا أو بسهل ملجأ ايه طابق أرضي تحت الأرض في الفترة الأولى على الأقل من الحرب عشت فترة طويلة عشنا فترة طويلة فإنه يعني كلما أتت غارة إلى حين اتطبعنا صرنا خلاص هل تخزين القات ساعد في ذلك؟ ويمنح مقاومة بذلك تكيف مع الوضع اليمنين بجمالا مثل غيرهم تم تطبيعهم على قسوة هذه الحرب يعني فوارق الذعر إذا صح التعبير بين بداية الحرب وحالها الآن صارت كبيرة يعني في الشهرين الأولين للحرب كانت صعبة كانت صعبة للغاية بعدين أصبح مرور الطائرات فقراء السلام ميز أصبح حتى مشهد الحوثي اللي كان مخيف في البداية صار جزء من حياتك اليومية أقصد أن الحرب حين تطول تطبع في أرواحنا طبعا يعني يعتاد الناس على حياة الأخرى أيوة وعلى قسوتها وعلى قسوتها أنت اعتقلت من الحوثيين عندما كنت بصنعاء مرتين نعم لدي مشاهد منها مرتين الاعتقال الأول الاعتقال الأول كنا في اعتصام من أجل القيادة الإصلاحي قيادة محمد قحطان وهو مخفي قسرية من بداية الحرب خرجنا للتضامن مع أسرته وكنا مجموعة من شطاء حينها تم توقيفنا من قبل الحوثيين اعتراضا على هذا كان أحد أهم المشاهد بالإضافة لإعتداء الكتيبة النسوية التي اعتدت علينا لأنه كان في ناشطات رضية المتوكلة وغيرها كان مشهد تقمع سيارات يعني طوقنا بما لا يزيد عن عشرين سيارة أطاقم نسميه في اليمن سيرت لاند كروزر مفتوحة فيها وراها هاي المضاد الطيران أو شيء المهم عشرين سيارة في فترة الصنعاء كانت تقصف بغارة متوالية يعني فكان هذا التقمع هو تقديم هدف مجاني لهذه الغارة فكنا في لحظة ما بين خليط التعرض للضرب والخوف من أن هذا التقمع قد يثير شهية طيار في قصف والرغبة بأنه نخلص فشيلونا أحسن من أنه نتعرض اعتقلونا بلى صاروخي أدي أدي 12 ساعة عزبتوا لم تعزبوا أين وضعوكم في السجون العادي وضعونا في منطقة أمنية طبعا في البداية أخذونا في سيارة طقم وقاموا باللفوف أنه راح يودونا كان أول شيء بيقول المشرف الحوثي أنه راح نشيلكم إلى مكان يقصف عادة طيارة كان لسه في وعينا لسه ثلاثين زملاء صحفيين قتلوا في مارب في دمار عفوا وضعهم الحوثيين في مكان عادة يستهدف فقتلوا بغارة يعني تم وضعهم كسواتر أو كمثل ما الوقاية ففعلا سبنا بالرغب لكنهم مروا بنا من هذا المكان وودوا نحن المنطقة أمنية حيث وضعنا في هذا المنطقة كنا أنا وعبد الرشيد الفقيه ومحمود ياسين وباسم الورافي كنا بحدود أربعة أشخاص كل هذه السيارات بشأنها الأربعة طبعا أربعة أشخاص وكانت رضية بس أخذت لوحدها ثم أطلقت فونهم بس نحن اللي بكنا رضية متوكل اللي كانت طبعا ضيفي في برنامجنا المشهد والمرة الثانية المرة الثانية صباحا أنا استيقظت على طرق الباب وأمي في البيت تقول لي أنه في حدا يعني يسأل عليك بعدين دخلوا للحوش وطلبوا أنه أأتي معهم مجموعة مسلحين حوتيين مع سيارة دورية تابعة للشرطة فطلبوا منهم تلأ يعني كان الشارع مليان من أفرادهم فطلحت أخذت سيارتي رفت أطلع بهم عشان أبلغ العالم بلغتهم فورا وأخذوني على المنطقة يعني كان في تجمع سريع من الأصدقاء أخذت أربع ساعات حطيت تحت وضعوني تحت بدون أي نقاش بعدين وأنا طالع يعني قالوا لي بوضوح أنه يعني بعد ما طلعت وصلني أشبه بأنه لا تحكي لا تشتغل من صنعة ببساطة لا تحكي ماذا قلت يعني ما سبب الاعتقال حقيقة أي تقرير أي كلام مركز صنعاك أنه بنشتغل على مجموعة تقرير حول الوضع السياسي تحديدا وهي بشكل ما تقد استماعا في الخارج كانت مجموعة تقارير حول أدوار الفاعلين القليميين أدوار الفاعلين المحليين في ليمن عن طبيعة التحليل بأطراف النزاع فلذلك عين مباشرة بتقديري كانت مزعجة لهم موجودة في صنع يعني عم بتقول أنت تماما القوى الخارجية التي هي تدعم فئات في اليمن اللي بيزعج الحوسينين من الفئات الخارجية هي إيران وربما حزب الله اللبنان اللي بيدعموهم اللي بيدعموهم هل هن متواجدين في اليمن أم أنها إشاعة؟ هل هما يعني لن تصدفيهم في الشارع بس هما متواجدين بالتأكيد نقل مستويين الخبرة حسب مركزكم موجودين الإيرانيين وأناصر من حزب الله اللبناني؟ بتأكيد بتقدم إيران وتقدم حزب الله دعماً لوجستي يعني دعماً فنياً وتقنياً للحوتيين مهم للغاية على مستوى تطوير أدوات خطابهم ودعايتهم وعلى مستوى المباشر في جهازهم الأمني وأيضاً فيما يخص تقديم الدعم اللي بيدعمو في صواريخ في تطوير القدرة الصاروخية لجماعة الحوتيين يعني قز من استراتيجية التحالف بين إيران وحزب الله مع جماعة الحوتيين يخص بتطوير محاراتها أكثر من تقديم سلاح يعني لا يحتاج الحوتيين مقاتلين وسلاح من حزب الله ليمن مخزن سلاح لدينا مخزن من القوى الصاروخية هائلة من الحرب الباردة استولى عليه الحوتيين بالتوافق مع صالح هم يحتاجوا إلى تطوير قدرات وإلى أنواع محددة من السلاح مثل الصواريخ المضادة للسفن في البحر وهم فعلاً بدأوا يحصلوا عليها واستهدفوا فيها عدد من البواري لكن باستثناء ذلك اليمن لا تحتاج مقاتلين يأتون تحتاج هذه الخبرات هل يشعرون أنهم انتصروا الحوثين؟ لا هم عالقين في هذه اللحظة بين الطرفين طبعاً هم سعيدين بالسلطة التي لديهم لكنهم قلقين بأنها غير مستقبة يعاني الحوثين من خوفين قاعدة عدم رضا شعبي لكن بإمكانهم كسرها لأنهم جماعة متغلبة بالقوة بما هو عارق ما في تعاطف شعبي معهم؟ لا ما في في صنعة ما في في تعز ما في في الجنوب ما في هم قاعدة هم باستثناء تحالفهم صالح صالح منحهم الغطاء ولا هم دون صالح جماعة محددة جماعة محددة تعريفها بأنها جماعة جهوية طائفية التعبير وطائفية المنطقة فبالتالي تعريفها زاعق في بلد مثل اليمن تعريفها يستنفر اليمنين بطريقة ما يعني لا يمكن الحديث عن استقصالهم بالتأكيد لكن لا يمكن الحديث عن كأنهم هم القوة المتغلبة على بلد بأكملهم أو أنهم السلطة أو أنهم السلطة هذه كارثة مجد أنت تتكلم ذلك وأنت دفعت عن الحوثينين في حرب صعبة نعم أنت عملت تقارير عن اعتقالهم الاختفاء القصري الذي حصل أحدهم الذي دفعت عنه كان هو سجانك؟ كان قريبه يعني في الاعتقال الأول كان واحد من المشرف في المنطقة يسموهم مشرفين اكتشفت وأنا أتحدث معه حين أخذنا أن ابن عمو كان أحد معتقلي الحرب السادسة عرفه جيدا كان معتقل واعتقل من منزله في منطقة بني مطر في صنعه فاندهشت أنه معرفه طبعاً صار ود تبعاً لهذه المعرفة يعني استلطفوا وبعدين اكتشفت لاحقاً في المرة ثانية من الاعتقال وأتيت إلى نفس المكان لأكتشف أنه الشخص الذي كان مشرف على اعتقالي في المرة أولا وتفاجأ بصورته أمامي وأنه هو من قوسين شهيد في معركة في ماريت بس كان مشهد محزن يعني لسه قلت يمكن أنه يعني هذا الشخص الذي كان موجود في نفس المكان بيكون لطيف باعتبار فيه صار سابق معرفة بسجانك لكن اكتشفت أنه كمان قد قتل نعم إذن بين 2008 و2010 أنت قمت بتقارير ونوع من أحصاء عن موضوع السجناء والإخفاء القصري هل من مشهد خلال يعني وجودكن على الأرض؟ زرت في برنامج كان مدعوم من الحكومة الفنلندية حينها وكنت اشتغل في المنظمة نسمها متدشقة أكثر من معظم سجون كان معي تصريح من من كان رئيس مصلحة السجن وما هو نائب وزير الداخلية الحالي في حكومة هادي بن لخشع فمنحني تصريح قال لي وتصرف أنت فكنت أفوت على السجون بناء على يعني مش كل مدير سجمس محلك بتفوت فكننا بنعتمد على علاقات هون وهون وبتفوت طبعا السجون هي بيئة مثالية لانعدام الحيلة الناس يعني بتشوفه شكل مركب من الضلم والسمرار الأسى إذا صح الوصف أنا كنت أركز على قصتين أركز على حوادث التعذيب وركز على وضع النساء في السجون في حال السجون نسبة للتعذيب هل مورس تعذيب حقيقي على السجون؟ كان في وقبة تعذيب لها علاقة باعتباره هو كان شيء اعتيادي مش تعذيب بالنسبة لهم بمعنى أنه في فترة خصوصا في فترة التحقيقات مع طبقة الدنيا من المتهمين اللصوص والمتهمين باللهاي يتم استخدام مسائل الضرب الوحشية تقاهم وكان في وقاعة كثيرة منها مورس عليهم تعذيب كأكثر قصوة حتى في إطار السجن حين تدخل مشكلة مع أحد الضباط مارس عليك تعذيب حادي إدارة البحث الجنائي في اليمن هي جنة حاضنة للتعذيب في اليمن ناهيك عن طبعا غير جزة الاستخبارات بشكلها بس إدارة البحث الجنائي في اليمن هي مناطق حاضنة للتعذيب ومثم السجون هي منطقة الاستقرار والأخير هل حصل مثلا موت تحت التعذيب؟ في حوادث موت تحت التعذيب قليلة لكن موجودة بالنسبة للنساء قلت أنت اهتمت أيضا بتعذيب النساء ولكن قلت حالات اقتصاب كثيرة اشتغلت أنا على قضايا الاقتصاب بشكل أساسي يعني العنف ضد النساء كانت خصوصا موضوع النساء هو في مجتمع محافظة زي من هو تحدي حق أنك تعرف شو صار خصوصا في قضايا حساسة جنسيا إذا صار قضايا الاقتصاب كنا نتوه كنت بتروح النيابة ما بتعرف تروح والقضايا أساسا في قضايا اقتصابة واعتداء يتم تكيفها باعتبارها قضايا شرف المرأة بتحمل دائما على هذا يعني تقتل تقتل أو تحبس أو يعني بعد اقتصابة تقتل كثير من الحوادث بس في الأسوأ من كذا أنه كنا ما بنعرف نوصها الكف أنه تبني معلومة فيما يخص وضع النساء كاملش لا تذهب قضاياهم يعني أنت بتروحي لأجهزة الضبط القانونية ما بتتعامل مع ادعاءة النساء إنها تعبضات بتنظر أساسا باعتبار المرأة متهمة فلا تسجل قضايا النساء فشلون كنا بنعرف كنا بنروح لنصحت من ممرض في محافظة إنه في أحدهم إنه بدك تعرف روح على أجهزة الطوارئ اقسام الطوارئ في المستشفيات هناك بتعرف تعرف وضع النساء والأطفال اللي تعرضوا أيضا لإعتداء الأطفال كمان لإقتصاب وقايا تحدثك وقايا اقتصاب الأطفال أو النساء كنا بنعرفها فين تحديدا في أجهزة الطوارئ والنساء كانوا يتكلمنا كانوا يسعفنا لا يتحدثنا أنت كنت تعرف إنه الأطباء عندهم كاشف أو في أكسام الطوارئ إنه وصلنا حالة كذا وصلنا لنها كذا فتعرفنا فكنا نحاول ننشئ أرقام بناء على تقديرات الأعداد الواصلة مجد صحيح أنه كان هناك نساء يمنيات يعني في بيع كانوا يعني يشترونهم أغنياء أو أفرياء أعراض مش بهذا كان يتم تهريب بعض الفتيات اليمنية في الحدود السعودية السابقة من قبل أهاليهم أو من قبل شبكات يعني الفقر فقر كان يبيع الأب لا زوج ولا كانوا يروحوا يشتغلوا في أعمال إما التسول إما الدعارة إما هذا في مناطق السعود وكله موثق منكم بعضه كان موثق لا يمكن أن تصلي إليه أنا اكتشفت واحدة من الحالات في أحد المحافظات فرت البنت بمساعدة خال زوجها زوجها كان يشغلها في أعمال الدعارة وحبس خالة اللي قام بتهريبها لأنه ليس أدو صفة في أن يقوم بالتهريب رغم أنه انقذها انقذها فعليا من دعارة قسرية كانت البنت تكبر على أن تمارس البقاء فهربت من الحدود ووصلت إلى قرية وعيد حبسها ورسالها أنت ماجد كنت من الثوار لنقول ثورة فبراية ضد نظام علي عبدالله الصالح هل من مشاهد في هذه الثورة ماذا رأيت وهناك مذبحة شهيرة يعني تمت بالثورة هل كنت هناك كان قاسية هذه الثورة تعرفي سرقت بشكل ما مننا نحن هي كأكثر الثورات طبعا طبعا صح كأثر الثورات أكثر الثورات يعني هذه الأحلام الكبيرة هي تجعلك شوية تغفل عن عن الحقائق على الأرض حيث الأقوية دائما موجودين دائما يعني أنا لا أتنسي مشهد الإنقسام الذي حدث بعد يعني صاحب مأساة مارس قتل فيها المذبحة الشهيرة التي تغفل عن يمنين في كمعات مارس هذه واحدة من أقسى مشاهد الثورة وقبلها كان قوات النظام قتلت أصوار قوات صالح قتلت الثور اليمنيين قتلت شباب أبرياء في مذبحة شهيرة ومن ثم حدث الانشقاق في بنية النظام يعني انتقل لنا نصف الذين كنا نثور إلي عليهم انتقل إلى الصف الآخر نصفهم وعلي محسن الحمر اللي هو الآن نائب الرئيس صبح أحد حمات هذه التورب وهو كان أحد أعمدات حكم صالح يعني الأقرب إلى الأخوان المسلمين الأقرب إلى الأخوان المسلمين لم يكن هو من الأخوان المسلمين متواجد في السعودية الآن الآن هو نائب الرئيس بس يقال أن أتباعه يحكمون نوعا ما الجنوب صحيح أنه الأقوى بين هو رجل نافذ في اليمن في كل مكان وموجود في كل مكان هو الآن في الأخير هو يحظى بموقع رسمي هو نائب رئيس الجمهورية اليمنية وبالتالي لديها القدرة على تعزيز أتباع وأنصار في أي موقع كانت في الجنوب أو في الشمال أو في أي مناطق خاضية على سلطة الحكومة الشعرية هو أحد مراكز النفوذ الأكبر في اليمن سابقا والله ماجد أنت كنت في لجنة الحوار اللي صارت على الصعيد الوطني سنة 2012 وكان طبعا الرئيس هادي وكان بعض القيادات القيادات الشباب الثوراء لماذا انسحبت من هذه اللجنة؟ ماذا حصل مع الرئيس هادي؟ أنا استقلت من هذه اللجنة الفنية لعدد من الأسباب أولا طبيعة التدخل كانت تتم في أعمالها وتحتمنا المبعوث الدولي والرئيس هادي يعني كان يتم نقل القضايا الأساسية التي يفترض أن نبت فيها في اللجنة خصوصا في قضيتنا أحيانا تحديدا قضية التمثيل للأطراف في المؤتمر وكيفية اختيارهم نقلت خارجنا وتعنيا لعدم تنفيذ النقاط العشرين ما نطلق عليه وهي النقاط التي يفترض أن يتم تهيئة للحوار أنه لا يجب الذهب للحوار قبل حل قضية المتقاعدين جنوبيا قصرا قضايا الجنوب قضايا ساعدة قضايا في عشرين نقطة كان يفترض عليها وكان فيه تمويلة أثرت وكان فيه يفترض أن تم تقاهلها من جميع الأطراف فقلنا في رسالة حينها مشتركة أنا وزميرة رضيها استقلنا سويتان أنه هذا الحوار إذا لم يتم معالجة هذه القضايا سابقا عليها فسينتهي باليمن إلى الحرب هذا ما حدث في اليمن حدث أن اليمن تهت هل صار يعني أنت تعرف رئيس هادي يعني هل صار اجتماع بينك وبينه هذه النقاش ممكن أن تعطينا يعني فكرة عن ماذا كان يحصل في اليمن قبل الحرب الأخيرة في مشهد يعني هو جزء من سوء اليمن فقط يعني هادي بأداء أو أداء أداء يعني بكل طفل مسؤولة أخرى إلى أن تنتهي اليمن الحرب في واحد في اجتماع شهير حدث بيننا وبين الرئيس هادي بعد مجموعة من التعيونات التي أصدرها في عدد من المحافظين المحسوبين كانوا حل تقمل يومني حينها الإصلاح ونحن أعتبرناها أن هذه بتعمل مشكلة حقيقية لماذا؟ لأنه البلد في حالة توازن هش يعني تم تعيين محافظة العمران ومحافظة المنطقة للذكرين المهم ذهبنا للاجتماع واعترضنا وكنا متفقين مع زملائنا في اللقنة الثانية أنه نتحدث جميعا بصوت واحد فنكتشف أنه لما نتحدث سوى اثنين يعني كنا حينها أنا وزميلتي رضيها بينما الجميع صمت قيادة الصفة الأول على الأقل الشباب اللي كانوا معنا لا ما يتحدث أحد هي فترة كان الكل يقوم بترتيب وضوه يعني أن يأخذ حصنا من أو أن يظل ضمن دائرة الرضا صمت قام الرئيس غاضبا من حديثنا ونسحب أنت لتقيت علي عبدالله صالح؟ لا بشكل عابر كذا شفته في أحد الأماكن لكن لما لتقيته طيب بين القيادة الجديدة بمن لتقيت يعني أنت من الشمال أنت لست من الجنوب لا أنا من تعز أنت من تعز وعشت في صنعان وعشت في صنعان عدن تعني لك شيء؟ أمي من عدن أمك من عدن هل صحيح أنه تم توقيف مرفأ عدن بالكامل منذ سنوات من قبل علي عبدالله صالح؟ هناك صفقة ضع صفقة إدارة ميناء عدن من قبل الإمارات اللي هي تسليم اللي إدارة موانئ دبي حينها أحد تهمت حينها الإمارات وصالح تحديدا من أنه تم التواطع على عدم تشغيل هذا الميناء بهذه الصفقة كان يفترض أنه يتم تنشيطه تعزيزه استثماريا وخلوه يشتغل لكنه لم يحدد شيء مات ميناء عدن فيما يقال حينها أنها صفقة شهيرة كانت أحد نتائج ثورة فبراير حينها محمد سالم باسند ورئيس الوزراء اليمن أنه ألغى هذه الصفقة وعد وفتح ميناء عدم جديد الآن تعال أمر مروا أخوه الآن من يحكم في الجنوب؟ يعني هناك رئيس جمهورية يتنقل بين المملكة العربي السعودي وعدن بس من يحكم حقيقة في الجنوب؟ يعني كما قلنا قبل الدخول إلى السيديو أن اليمن قضية معقدة جدا بين القبائل والعشائر والإخوان المسلمين وعلي عبدالله الصالح والحوسيين وواواواوا من يحكم؟ خليط القوى الأساسية هي الإمارات لكن في أطراف عدة جنوب اليمن نعم في أطراف عدة أيضا هناك المجلس في حضرموت مجلس حضرموت الذي يقوده بن حبريش وهو ذو صيلة مفتحة على الإمارات وعلى السعودية مجلس الانتقالي الجنوبي في عدن حاضر بقوة وأيضا مدير أمنه شلال والمحافظة السابق يقودهم عيدر السبيدي ونائبه هاني بن بريك الذي كان وزير الدولة وتم إيقالتهم بل هذه هم ذو علاقة حميمة بالإمارات تم تقميدهم ضمنيا من قبل الإمارات في ظل تفاهم أحادي متأخر لكنهم حاضرين في الساحة أيضا عندك قوى السلفية القوى السلفية مهيمة في الجنوب عالية الحضور في الفراغات الأمنية أيضا توقع قناعة مضطرفة مثل القاعدة القبائل قبائل في الجنوب من يسيطر على القاعدة في اليمن؟ هناك أكثر من قاعدة إذا صح الوصف في الحديث عن قاعدة مخترقة ومدرامنيا من قبل أطراف عدة كان يتهم جهاز أمني الصالح سابقا بأنه يدير القاعدة وفي قاعدة 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 جماعة متطرفة ضمن المرجعية الأساسية لفكرة الجهاد الإسلامي في مجموعة ضائلة الداعش موجودة هذه المجموعة المتطرفة موجودة في في الجنوب في مارب في البيضاء في تعز في فترات الحرب تنشأ فراغات أمنية هائلة تعبى بهذه المجموعة حينيا من فرط الإطار الوطني حسب التقاريركم ودراساتكم إلى أي مدى صحيح تقرير الأمم المتحدة بموضوع الكوليرا وهل جاء مبكرا هناك كثير أقويل تقول أنه هذا ليس صحيح ليس هناك كوليرا في اليمن عندما طبعا منذ سنة نبهت الأمم المتحدة والصحة العالمية منظمة صحة العالمية أن هناك حالات مخيفة من الكوليرا في اليمن الكوليرا هي لازمة يعني وفق تعريفات الدولة أنه أبشع ظاهرة انتشار الكوليرا في اليمن فعليا هذا ما يحدث الكوليرا انتشار بالطريقة مخيفة هناك مشاهد لا تتخيلها في مئات الألاف من اليمنين الآن يصابوا بالكوليرا انهار النظام الصحي كزير انهار تصوري تخصوصا تحت مناطق سيطرة الحوثيين الذين لا يقوموا بأي دور على سعيد الخدمات العامة لم يتبقي للأمم المتحدة تشغل بعض المستشفيات بينما خارجت كل المراكز الصحية في مناطق الريف حيث ينتشر الوباء بسرعة هائلة طريقة مخيفة فالأحد يقدم الرعاية مستوى التدخل بسبب طبيعة الحرب ومناطق الصراع يصبح ضعيفا والكوليرا تلتهم الناس تلتهمهم حقيقة الموضوع ليس نظريا تلتهم أكساد اليمنين يوميا هناك جزيرة معروفة في اليمن يقال أنها جنة صغيرة لا أعرفها سوكراتوس سقطرة نعم الآن يقال أنها هي للإمارات وليس كليمنيين هل هذا صحيح؟ شوفي هي الآن تحت الإدارة هي نظريا تحت الحكومة الشرعية لكن القوى الأساسية الموجودة فيها هي الإمارات هي قاعدة الآن تنطلق منها الإمارات أحد المناطق الأساسية تحالف شغل كثير من المناطق سقطرة موجود في مارب وهو ينطلق منها لتقديم دعمه للحكومة اليمنية لكن سقطرة تحديدا أغلقت ما الذي سيحدث بخصوصها كله إلى الآن تخميه أنت ترى بصيص نور؟ في نهاية الدرب حتى الآن لا أبدا لا يبدو واضح أنت اليوم تعمل في القاهرة ولكن كما قلت في المقدمة أنك كنت في سوريا بين سنة 2000 و2005 أي عندما استلم رئيس بشار الأسد الحكم في سوريا ماذا علمتك سوريا؟ السوريا هي إرثي الشخص الحميد بما فيها السياسي بما فيها النشاط العام يعني أنا فعليا تشكل وعي في إطار القدل مع مفقفينهم أرضي سوريين بارزين أنا عرفت كثير منهم حينها فلذلك سوريا تصيغك سوريا بلد غني غني حقيقة نغم النوت تحت وطاة مثل من من النشطاء؟ ياسي نلحق صالح رزان زيتونان زوج المخفية رزان صديقة عزيزة وسمير زوجته أعرفهم جيدا أيضا أصدقاء عدي رقب قتل تحت التعذيب غياث قازي حميدة عمري مازين درويش خلف علي الخلف إبراهيم قعدوني منهل باريش هؤلاء أصدقاء كثر مصطفى حين هؤلاء كانوا جزء من النشاط الأساسي للثورة كلهم يعني كانت فترة عادة صياغة ويكدان إذا صح التعبير جزيل يعني سوريا صاغت ويكدان المر سوريا بلد غني وجميل ودافئ ورغم أنه تحت قمعة تحت وطأة نظام مثل النظام البعث بكل كارثيته والسلاء على الحياة العامة وعدم تركه الفواصل لكن يجد السوريين كانوا فرصة للتحايل لكن الآن قوض كل ذلك هل أنت صديق نشطاء يعني أنا أريد أن أعرف إذا كان هناك صلة بين النشطاء الذين قاموا بالثورات العربية أو يسمى بالربيع العربي يعني قلت أنك أنت كنت صديق للنشطاء السوريين أنتم يعني قنتم بثورة حالمة في اليمن صحيح هل أنت على اتصال بالنشطاء المصريين أيضا الذين يعني نزلوا إلى مدان التحرير توكل كرمان يعني اليمنية التي حصلت على جائزة نوبل هناك ناس يقولون أنه هذول النشطاء قد شجعوا من قوى خارجية من الغرب علموكم أعطوكم وسائل إلكترونية يا عزيمي ما تقول عن ذلك؟ نحن مدينين لثورة التكنولوجيا مش للغرب مدينين للتقدم اللي صار في العالم مش للغرب هذا ليس إرثا غربي هذا إرثا الإنسانية نحن مدينين لهذه القيم التي زرعت في الأخير للعولمة للحداثة لوسائل التعبير والتصل الاجتماعي لفكرة الحرية التي إرثا إنساني يعني نحن بس وقدنا فرص لم يجدها سابقين علينا نحن يعني يعني الأهالي اللي كانوا صوار تتذكر الرجل التونسي الذي قالوا يعني هارمنا 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 يعني يعني الجيل السابق لم يستطع لم يجد هذه الفرصة التي وقدناها نحن وقدنا فيسبوك وقدنا تويتر لم يستطع حد الحصار الناس يعني استفدنا من هذا من الضغط الذي خلفه إرثا التكنولوجيا يعني على مدى من ألفين خصوصا من ألفين بدأت ثورة الاتصالات تكسر كل الحواجز على مدى عقد كامل مهدت الطريق أمام الناس أن ينزلوا إلى الشوارع بتقديري إرث الإنسانية إرث التكنولوجيا بشكل مباشر وخدمات الاتصال الاجتماعي وهذه الوسائل مهدت الطريق أمام الناس أن ينزلوا إلى الشوارع ليس صنيعة الغرب ليس صنيعة استفدنا من أدوات التنظيم في العمل المجتمعي التي لها علاقها بالنشاط المدني أي نعم لكن كل ذلك هو تتك خبرة إنسانية لكن ليس لسنا صنيعة مؤسسات الغرب الإمبريالي إذا صح الوصف ضدًا على القوميات والأوطان كما يتم التسويق لكما كانت تقول البربوغاندة الأنظمة لا نحن كنا أبناء هذه الحداثة التي انتشرت كل مكان ولذلك نزلنا الشوارع حاملين لواءها وعناوين نضال اجتماعية حاملناها ليس غير ذلك هل تعتقد أنه الليبرالية انتهت في العالم العربي؟ لا بتقديري النس داقوا مر مر الحالات المتطرفة والظلامية والآن هم أنا أنت اليوم في القاهرة أريد مشهد مصري منك لإنهاء هذا البرمانج في مشهد يعني على الأقل أنا أشوف هم وحزين أنا أشوف اليمنيين هناك يعني أحصائيات رسمية غير رسمية تقول 300 ألف يمني و400 ألف يمني في القاهرة كل يوم في كل الشارع كل هول شردتهم الحرب وأنا أحدهم بجوارهم نتعايش ونسكن وكلنا ننتظر أمل لا يأتي اليمنين لم ينزحوا جزيل أحد مشكلات لذلك اليمن بلد منسية نحن لم نطرق باب أوروبا فلذلك اليمن بلد في الظلال بالنسبة للعالم نحن يعني السوريين استطاعوا أن يفلتوا عبر البحر وأسمعوا العالم أصواتهم نحن لم نسمع نموت في الداخل ماذا؟ نحن بجوار أولا دولة في الأطراف البلد لا يتحدث اللغات كثيرا وبجوارنا دول أثرية تمسك بقرارنا ونازحين لا يخرجون يعني إنا يذهبون بجوارك البحر والصومال وأثيوبيا وشمالك السعودية وسلطنة أمن أو لا يغلقوا أبوابهم هناك حرب أساسا على الحدود لا تستطيع تتقاوزها وهو عندك البحر لا يفصل سواء عن بلدان أكثر فقرا منك أنا أريد أن أصحح لمعلومي يقال أنه عندما ترك البريطانيون اليمن لم يكن هناك أمي واحد في اليمن اليوم اليمن يعد من أكثر البلدان التي يعني فيها أمية صحيح هذا الأمر؟ لا مش تقيقا هو شمال اليمن كانت الأمية عالية سابقا أساسا لم يحكم البريطانيين شمال اليمن كانوا يحكموا جنوب اليمن ومش كل جنوب اللي كانوا يحكموا عدن تحت لكن إرث التعليم كان أحد إرث إنجازاتها بدولة الحزب الشراكي اليمني الذي خفض مسوايات الأمية إلى حدود 2% أو 1% كل هذا تلاشى في إنجازاتنا الدولة بعد 1990 أنت ضد الوحدة؟ لا أنا مع الوحدة لكن أنا ضد الشكل الذي انتهت إليه تحت سلطة عليها تتذكر الوحدة؟ طبعا كنت لسه صغير كان عمري تسع سنوات ولسه أتذكر المشهد أمي وأبي وجدت يبقوا في الصالة وهم يشاهد التلفزيون اليمن يشاهدون يعني يبقون فرح يشاهدون مشهد رفع العلم الجديد وكان علي عبد الله صالح واسم بيضي يرفع وكنت لسه أذكر المشهد جيدا ماجد أنت كنا نحكي عن الليبراليين ولكن أنت كفرت من الإسلاميين كيف تمتك هل خفت على حالك هدت في حياتك حين كنت في اللقنة الفنية للحوال الوطني حين كنا نناقش قضايا شكل هذا يعني الإعداد والتحضير حينها كان الإسلاميين قلقين تحديدا من أنه الكتلة اليسارة أو الليبراليين في اللقنة الفنية عالية بالإجمال لا ذكرت سيق لكن صدر حينها تكفير علني من شخص اسمو الدكتور عارف صبري هو أستاذ في الهيئة التدريسية لجامعة الإيمان الذي رأسها عبد المجيد الزنداني هو شيخ متهم بالعلاقة بالإرهاب من قبل الأمريكان وهو عضو في التجمع اليمني للإصلاح وصدر كتاب كتاب صغير وزع حينها على المكتبات بأن هؤلاء هؤلاء الذين يخالفوا الدين ويطعنوا في أساسياته وفي أخلاقيته وزع في مكتبات صنعه مش بس وزع تتم تناول أسماءنا في خطب الجمعة حينها طبعا كان مخيف الوضع كان مخيف حقيقة وكانت واحدة من اللحظات القاسية التي تشعر أنك مكشوف الظهر وندرك تماما أننا سلطة الجماعة الإسلامية وأولا سلطتها على المجتمع ثانيا أنه حين يورد اسمك باعتبارك تتعبد على أساسيات الدين هناك الكثير من المتبرعين اللي ممكن أنه بيهدار دمك أن يغتلوك صحيح ناجد شكرا شكرا لوجودك معنا ببرنامج المشهد على البي بي سي يمكن متابعة هذه الحلقة على تويتر والفيسبوك الخاص لهذا البرنامج أو صفحة الويب سايد على البي بي سي أرابيك إلى اللقاء الأسبوع المقبل شكرا شكرا